اشتركوا في القناة الميدان ينطلق شوطنة ايضا الثامن لفئة الجعدان وشوطنة الثامن يحمل تحديات فئة الجعدان الفطامين من المسافة هي الكيلو والنصف مباشرة مع المركز الأول فراج عبيد بن حمد بن علي بن عبيد القفلية يتقدم على المركز الأول المركز الثاني جلمود سعيد بن خادم الزرعي يقدم لنا جلمود والمركز الثالث الواصل بهذه اللحظات من الجانب الآخر من يتسلل بهذا المسار والأسامي القادمة أيضا المركز الرابع أيضا الوصول مع ظاري محمد بن حمد العويسي والقادمة أيضا بهذه اللحظات المتسلل شاهين سعيد بن محمد بن سلطان العويسي قادم بهذه اللحظات والأسامي قادمة والشوط يحمل الأسماء المتميزة لكن البداية مع الصدارة مع المركز الأول مع فراج عبيد بن حمد بن علي بن عبيد لغفلي يتقدم بهذه اللحظات على المسار الأول وعلى مقدمة التحدي والإثارة في هذا المسار المتميز والأسامي قادمة والشوط يحمل الأسماء المتميزة ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات المتميزة ما بين شعار أيضا الشبابي وجلمود جلمود والشبابي اللحظات الأخيرة في هذا المسار المسار الأخير ولكن الشبابي قادر الشبابي مع أحمد بن حمود من قدم أحمد بن حمود بن علي بن سعيد لوهيبي مع المسار الأول مع مقدمة التحدي والإثارة قادر بالفوز والإنتصار مع النوعية المميزة مع المسار الأول اللحظات الأخيرة يحقق الفوز والإنتصار لينتزع ناموسي هذا الشوط ويأتي بطلا لهذا الشوط محققا للفوز والانتصار المركز الثاني اللي أيضا لبن رفيعة من وصل المركز الثالث اللي وصلنا أيضا مناور من قدم مناور سعيد منشطيط المدهوشي تهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار أربع دقائق وأي دقيقتين وأربعة عشر ثانية لأحمد بن حمود بن علي بن سعيد اللي هي بتهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع الشباب للمركز الأول